مشاهدين ننتقل معكم إلى آخر الأخبار الرياضية والتي توجه العداء البطل يعقوب اليوحى بالميدالية الذهبية في سباق 110 متر حواجز ضمن أسياد هانكشو في الصين صنع العداء الكويتي يعقوب اليوحى الحدث في سباق 110 أمتار حواجز للرجال بفوزه بالميدالية الذهبية وذلك ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر التي تستضيفها الصين وتمكن يعقوب اليوحى من نيل الميدالية الذهبية رفقة الياباني شينو تاكا ياما وفي حالة نادرة بعدما قطع سباق بزمن قدره 13.41 جزء من الثانية فيما ذهبت البرونزية للصيني شو جوي الذي سجل زمن قدره 13.50 وبهذه الميدالية القارية رفع اليوحى رصيد الكويت إلى ست ميداليات بينها ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية في النسخة الحالية من الأسياد